شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى أعلان الجمهورية شاء أن نتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس تلاحظون دون شك أن عديد المرافق العمومية تتهاوى وهناك عمليات حرق ونهب وهناك من يستعد الآن لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي أن المسؤولية التي نتحملها وتتحملونها معي تقتضي منه عملا بأحكام الدستور اتخاذه تدابيره يقتضيها هذا الوضع لأنقاذ تونس لأنقاذ الدولة التونسية ولأنقاذ المجتمع التونسي نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس بل بأخطر اللحظات ولا مجالة لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفسط الثمانين من الدستور مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا القرار الأول الذي اتخذته وكان يفترض أن اتخذه منذ أشهر ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية ستأولى من بين القرارات التي اتخذتها رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون لا أن تسقط عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في أضابير وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي القرار الثالث يتبثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وسط تصدر جملة من القرارات الأخرى في شكل مرسيم كما ينص على ذلك الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة وحتى ننقذ المجتمع